أعلنت خلية الإعلام الأمني أن قطاعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كاركوكا عثرت جنوبية المحافظة على خمسين صاروخا وثلاثمائة مقذوف مختلفة الأنواع كما عثرت على ثلاثة أوكار تم تعامل معها وفقا للسياقات كما ألقت وكالة الاستخبارات القبضة على مسؤول العبوات الناسفة فيما يعرف بديوان الجند ولاية دجلة بكاركوكا اشتركوا في القناة